بيعجبكم التصنيف في فكرة أنه الأدب النسوي أو أدب المرأة أو أدب نسائي التخصص ده بالنسبة لك كاتبة وبالنسبة لك آية هل ده يديك ولا ده يبسطك؟ بوسي هو الحقيقة فيه يعني فهم خطأ لفكرة أدب نسوي أو فكرة النسوية عموما أو فكرة الفيمينزم عموما يعني فهو المجتمع عندنا يعني إلى حد ما بيوسم الفكرة شوية بس أنا بشوف أنه أي حد بيتكلم عن مشاكل المرأة بالذات الأدباء أو المفكرين أو المثقفين لما بيتخصصوا في النقطة دي لازم هما ليصححوا المفهوم ده للمجتمع يعني أنا بشوف أنه لما بسمي نفسي روائية نسوية أو فامينست أوثر أنا كده بوري المجتمع أنه أنا هدفي من كتاباتي أني أتكلم على مشاكل المرأة وأني أركز الدوء وأصلس الدوء على أي شيء ممكن يحسن من أوضاعها أي مشكلة هي بتعاني منها لأنها في كتير من الأحيان ما بيكونش لها صوت صحيح فكوني أنا موجودة ككتبة نسوية أصحح المفاهيم الخاطئة اللي بتوسم بشكل مستمر بالذات من فئات متطرفة بتهدف دايما أنها توسم كلمة نسوية أو فامينست بصفات مش فيها فأنت ككتبة دي ما بيدايكيش خالص لا بالعكس أنا بحاول أن أنا أبقى إيجابية وأواري الجوانب الإيجابية اللي الناس مش عارفاها وأصحح المفاهيم